أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول لي قريب يقيم عندي في المنزل وهو من المحارم على زوجتي لكنه لا يصلي وإذا صلى في اليوم ربما صلى فرضا واحدا وإذا نصحته في بعض المرات أن يصلي قلت له وإذا نصحته في بعض المرات أن يصلي يقول أنا كافر ولا أحب الصلاة ونحو هذه الألفاظ وقمت بطرده لكنه رفض الخروج بدون إحساس السؤال ما هو الحل معه مع أنه يأكل ويشرب معي هذا إن كان عنده عقل ويقول هذا الكلام عن عقل وإدراك فهذا كافر ولو صلى وهو يقول أنا كافر صلاة غير صحيح وإذا قال أنا ما أحب الصلاة فهو كافر ولو صلى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أحبط أعماله ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم إن شاء الله العافل فإذا كره الصلاة وكره ما أنزل الله لمرتد عن دين الإسلام حتى لو صلى إلا إذا تاب وصلى بعد التوبة وأما موقفك أنت فلا يجوز لك إبقاؤه في بيتك لا يجوز لك إبقاؤه في بيتك فلعليك بطرده وإبعاده عن بيتك والبيت بيتك لا يدخله إلا من أذنت له فيجب عليك أن تطرده وأن تسلمه لولاة الأمور ليحاسب على هذا الكلام وهذا الفعل تطبيع الصلاة والكلام ردة نعم أحسن أقول على الأقل لطرده من بيتك إذا ما ترفع بالمسؤولين على الأقل لا تخليه أوي إلى بيتك نعم